اشتركوا في القناة الوضع الادماجية حول الميدان الاول المادة وتحولاتها وهما تمنين��نا مهمان جدا ومقترحان بقوة نبدأ بتمنين الاول على بركة الله لاحظ تركيب الوظيفي المقابل جيدا ثم اجب عن الاسئلة التالية اذن لدينا تركيبة وظيفية وشرحت لكم في الدرس السابقة ما معنى تركيبة وظيفية واحد ما هو الفعل النهائي المراد تحقيقه من هذه التركيبة اذا الفعل النهائي المراد تحقيقه من هذه التركيبة هو إشعال مصباح أو تواهج مصباح سأبدأ في كتابة الإجابة عن التمرين الأول السؤال 1 الفعل النهائي هو إشعال مباشرة الإجابة مباشرة إشعال مصباح أو تواهج مصباح السؤال الثاني الآن اشرح كيف يتم الوصول إلى الفعل النهائي إذن ما هي الجمل المكونة لهذه التركيبة الوظيفية؟ إذن أولاً لدينا حجر أو سخرة لدينا خيط لدينا بكرة لدينا دينامو ولدينا مسباح كهربائي مسباح كهربائي قلنا أن الخيط وأسلك التوصيل لا تذكر في التركيبة الوظيفية لأنها أجسام موجودة ضمنياً في هذه التركيبة الأجسام الأساسية هي الحجر، بكرة، دينامو والمسباح إذن اشرح كيف يتم وصول الفعل النهائي إذن الشرح كما قلت لكم أن نقوم بذكر الجمل مع ذكر الفعل الحالي وفعل الأداء لكل جملة إذن الحجر ماذا سيحدث له؟ سيسقط سيدير ماذا؟ البكرة البكرة تدور تدير ماذا؟ الدينامو الدينامو يدور ويغذي المسباح والمسباح يتوهج إذن سأكتب هذا الشرح إذن إثنان يسقط الحجر فيدير إذن فعل الحالة فعل الأداء فيدير ماذا؟ البكرة فاصلة البكرة فعل الحالة الخاص بالبكرة تدور فتدير فعل الأداء ماذا؟ الدينامو فاصلة الدينامو يدور فيغذي ماذا؟ المسباح الكهربائي فيتوهج إذن هذه هي طريقة شرح التركيب الوظيفية وننتهي بالفعل النهائي المرى تحقيقه أي إشعى المسباح أو توهج مسباح السؤال الثالث الآن مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب إذن ثالثا السلسلة الوظيفية إذن أول جملة لدينا ما هي؟ إذن لدينا الحجر نضعها داخل فقاعة بيضاوية ولكن من الأفضل أن نضع حجر كما قلت زائد أرض لأن فعل الأرض هو الذي يؤدي إلى سقوط الحجر أي الجاذبية الأرضية سهم ما هي الجملة الثانية؟ البكرة ما هي الجملة الثالثة؟ الدينامو الدينامو اسمه الثاني المنوب الدينامو هو عبارة عن جهاز يمكننا من تحويل طاقة الحركية إلى طاقة كهربائية ثم آخر جملة مسباح كهربائي مسباح كهربائي الآن أسفل الفقاعة نكتب فعل الحالة الحجر ماذا سيحدث له؟ إذن سيسقط فعل الحالة يسقط الآن سأستعمل لون مغاير فعل الأداء الآن ماذا أو كيف سيؤثر الحجر على البكرة؟ إذن يدير وأشكل الحرف الأول يدير البكرة فعل الحالة تدور كيف تؤثر البكرة على الدينامو في الأداء؟ تدير الدينامو يدور كيف سيؤثر على المسباح؟ إذن يغذي والمسباح الكهربائي يتوهج إذن هذه هي السلسلة الوظيفية هذه هي السلسلة الوظيفية نتابع رابعا مثل السلسلة الطاقوية إذن مثل السلسلة الطاقوية أيضا موافقة لهذا التركيب إذن رابعا السلسلة الطاقوية إذن للانتقال من السلسلة الوظيفية إلى السلسلة الطاقوية أولا نكتب نفس الجمل نكتب نفس الجمل إذن الحجر زائد أرض داخل فقاعة ويظوية ثم البكرة ثم الدينامو ثم المسباح الكهربائي الآن في مكان فعل الحالة يصبح رمز من رموز أنماط تخزين الطاقة معناها ما هي الطاقة التي يخزينها الحجر مع الأرض إذن الحجر زائد أرض بما أن الحجر سيسقط إذن لديه طاقة حركية لأنه سيتحرك والطاقة الحركية رمزها أسي زائد بما أنه سيسقط والجاذبية ستؤثر عليه إذن ما هو الشيء الذي فيه جعله يسقط إذن لديه ثقل إذن لديه طاقة كامنة ثقلية نرمز لها بالرمز EPP دائما جسم يسقط لديه طاقة كامنة ثقلية الآن فوق السهم في مكان فعل الأداء نكتب رمز من رموز أنماط تحويل الطاقة معناه هذه الطاقة ستحول إلى من هذه الجملة إلى هذه الجملة عن طريق نوع من النوع أنماط تحويل الطاقة إذن يدير معناها تحويل ميكانيكي معناه سيحرك إذن نكتب W الآن البكرة تدور معناها تتحرك إذن طاقة حركية هنا شكل من أشكال طاقة أو هنا نامض تخزين طاقة وهنا نامض تحويل طاقة فقسة تدير تحويل ميكانيكي سأكتب بهذا اللون إذن تحويل ميكانيكي الدينامو يدور معناه طاقة حركية يدور يغذي تحويل كهربائي معناه يعطيه كهرباء يغذيه بالكهرباء تحويل كهربائي نوضيف لها E وفي الأخير المصباح الكهربائي يتواهج هل له طاقة حركية لا هل له طاقة كامنة ثقالية لا نحتج لثقاله هل له طاقة كامنة مورونية لا إذن له طاقة داخلية E ونكون بهذا قد أنهينا سلسلة طقاوية نتابع الآن مع التمانين الثاني ألف عملية تحليل كهربائي للماء هي عملية تساعد على التعرف على مكونات الماء وذلك عن طريق تفكيكه وينتج عنها إطلاق غازين هما غاز يوناء الأكسجين وغاز يوناء الهيدروجين واحد ما نوع التحول إذن مباشرة نوع هذا التحول تحول كيميائي تحول كيميائي لماذا؟ لأنه ينتج عنه مواد جديدة عبر عن التحليل كهربائي للماء بتحديد المتفاعلات والنواتج عينيا بالأنواع الكيميائية ومجهريا بالأفراد الكيميائية التعبير كيف يكون على شكل جذول إذن التمرين الثاني السؤال الثاني إذن ماذا نفعل؟ نقوم برسم جذول هكذا به خانتين وهنا إذن نكتب هنا المتفاعلات وهنا النواتج وهنا ماذا لدينا؟ عينيا عينيا بماذا؟ بالأنواع الكيميائية وماذا لدينا أيضا مجهريا بالأفراد الكيميائية إذن كما شرحنا في الدروس السابقة نعبر عن الأنواع الكيميائية عينيا بالحروف أو بالأسماء ماذا كان لدينا كمتفاعلات؟ في تحليل كهرباء الماء كان لدينا الماء في النواتج نتج لنا غازين ما هما؟ غاز ثناء الأكسجين زائد ماذا؟ زائد غاز ثناء الهيدروجين الآن مجهريا نكتبهم بالسياغة نكتبها بالسياغ الماء ما هي سياغته الهيميائية؟ H2O غاز سناء الهيدروجين H2 زائد غاز سناء الأكسجين O2 إذن هذا هو التعبير عن هذا التحول الكيميائي سؤال الثالث كيف نكشف عن غاز سناء الأكسجين وغاز سناء الهيدروجين النتجين؟ إذن نكشف عنهما بتقريب عثقاب مشتعل إذا حدثت فرقعة خفيفة معناه غاز الهيدروجين إذا زاد الإشتعال معناه غاز سناء الأكسجين بكل بساطة داعي لكتابة هذا رابعا أكتب معادلة هذا التحول ووزنها مع ذكر الحالة أفوان هنا خطأ مطبعي الفيزيائية لمتفاعلة النواتج إذن رابعا سنكتب معادلة التفاعل الكيميائي ماذا كان لدينا إذن؟ الماء ما هي حالته الفيزيائية؟ لكتائل ساهم ماذا نتجلنا؟ غاز سناء الهيدروجين غاز زائد غاز سناء الأكسجين غاز الآن نقوم بالموازنة وذلك بكتابة الذرات الموجودة في المتفاعلات وذرات الموجودة في النواتج إذن لدينا أش لدينا أو لدينا أش ولدينا أو كم لدينا من ذرة هيدروجين هنا؟ إثنان والأكسجين هنا واحد الهيدروجين هنا إثنان والأكسجين إثنان إذن لدينا هنا ذرة واحدة من أكسجين وهنا ذرة ماذا نفعل؟ نضرب واحد في إثنان الإثنان أين أضعه؟ أمام الجزاء h2o ولكن هذه الإثنان لا تتعلق بالأكسجين لوحده بل تتعلق بالهيدروجين أيضا إذن نقوم بعمل الثول إثنان في إثنان كم تشوي أربع نشطب على الإثنان ويصبح الهيدروجين أربعة هنا لدينا أربعة وهنا إثنان ماذا نفعل؟ نضرب الاثنان في إثنان أين أضع الاثنان؟ أمام جزء غاس هنا الهيدروجين معنا هنا ونكون بهذا قد وزننا المعادلة السؤال الذي يليه الآن ما هو الدور الذي تلعبه مادة الصوداء نواش في عملية تحليل كهربائي الماء؟ لماذا قمنا بإضافة الصوداء إلى الماء؟ لماذا نضيف الصوداء إلى الماء المقطر؟ إذن الصوداء في هذه العملية يحتبر وسيط كيميائي لأن لو لا لما أصبح الماء ناقل للتيار لأن الماء مقطر لا ينقل تحليل كهربائي وعندما نضيف الصوداء وهي نوع من أنواع الأملح مدنية تجعله ناقل للتيار وبهذا تسرع لنا التفاعل الكيميائي إذن وسيط كيميائي يسرع التفاعل الكيميائي باء وازن المعادلة التالية إذن لدينا ثلاث معادلة نبدأ بالمعادلة الأولى إذن نقوم بكتابة المعادلة هنا إذن لدينا سي او زائد تي سي او زائد تي إذن هنا لدينا صلب وهنا صلب سهم ينتج لنا سو إثنان غاز زائد النحاس صلب إذن قمت بكتابة هذه المعادلة من الموضوع جيد الآن نقوم بالموزن ناكتب المتفاعلات أو الذرة موجودة في المتفاعلة هنا لدينا النحاس لدينا الأكسجين WoC لدينا الأكسجين WoC لدينا النحاس يجب أن يكون في سترتيب الـ أكسجين و الكربون كم لدينا منذ الرد نحاس 1 الأكسجين 1 الكربون 1 النحاس 1 الأكسجين 2 الكربون 1 إذن النحاس متوازنة الأكسجين 1-2 نضرب 1-2 أين أضع هذا الاثنان أمام الجزء الذي فيه H إذن CEO ولكن الاثنان لا تتعلق بالأكسجين لوحده بل تتعلق بالنحاس أيضا كم سيصبح لدينا منذ الرد نحاس 2 نشطب على الواحد ونضع 2 والكربون توازن هنا لدينا نحاس 2 وهنا 1 ماذا نفعل؟ نضرب 1 في 2 أين أضغر 2؟ أمام النحاس إذن هنا وأكون بهذا قد أنهيت مع موازنة المعادلة أنتقل الآن إلى المعادلة رقم 2 إذن ماذا لدينا؟ احتراء غاز الإيثان إيثان سي 2 أش 6 زائد أو إيثان تطينا سوى إيثان زائد أش 2 أو احتراء اختام إذن سأكتب هذه المعادلة سي 2 أش 6 غاز زائد أو إثنان غاز ينتج لنا سي أو إثنان غاز زائد الماء آش إثنان أو ليكيد أكتب الزرات موجودة في المتفاعلات وذرات موجودة في النواتج بشرط أن نبدأ بالكربون أولا الهيدروجين ثانيا أوكسيجين ثالثا هذه القاعدة تكلمت عنها سابقا الكربون الهيدروجين الأكسيجين كم لدينا من ذرة كربون؟ إثنان الهيدروجين ستة الأكسيجين إثنان الكربون واحد الهيدروجين إثنان الأكسيجين إثنان زائد واحد معناها المجموح ثلاثة المجموح ثلاثة نبدأ في الموازنة إثنان هنا واحد ماذا نفعل؟ نضرب في إثنان نضعها أين أمام الس ł pyram plug معنا هنا ستة إثنان نضرب في ثلاثة أين أضعها أمام الث معنا هنا قبل أن أنتقي للأكسجين نقوم عملية النشر إثنان على الأكسجين إثنان في إثنان كم أربعة زائد ثلاثة أيضا على الأكسجين أربعة زائد ثلاثة كم سبعة إذن أشطب على الثلاثة وأضع سبعة هنا سبعة وهنا إثنان لا يوجد عدد أضربه في إثنان أتحصل على سبعة لأنه سبعة عدد فردي أضرب في كسر إذن سبعة على إثنان أضعها أمام جزء الذي فيه الأكسجين معناه غاسون الأكسجين سبعة على إثنان حتى أتخلص من الكسر أضرب كل المعادلة في إثنان إذن ثم أعيد كتابة معادلة من جديد C2H6 غاز زائد O2 غاز ساهم C2 غاز زائد 2 في ما لا يوجد رقم معناه 1 2 في 1 2 2 في 7 على 2 يختزل 2 مع 2 يبقى سبعة 2 في 2 أربعة 2 في 3 ستة وأكون بهذا قد أنهيت المعادلة أنتقل إلى المعادلة التي تليها المعادلة الأخيرة والمعادلات ستطرح في الاختبار الزنك زائد الأكسجين تغطينا زائد سأكتب هذا زائد آن زائد O2 تعطينا زائد آن أو هنا صلب هنا غاز وهنا صلب إذن أكتب الزرات زائد آن أو وهنا زائد آن أو كم لدينا من ذرة الزنك واحد أكسجين الزنك واحد الأكسجين واحد إذن الزنك متعادلة إثنان واحد إذن نضرب واحد في إثنان أين أضع إثنان أمام الجزء الذي فيه O وهناك جزء واحد فقط إذن أضعها هنا ولكن هذه الإثنان ستنشر أيضا على الزنك كم سيصبح الزنك إذن نشطب على الواحد ونضع إثنان إثنان وهنا لدينا واحد نضربها في إثنان الإثنان أضعها أمام الجزء أو ذرة الزنك إذن أضعها هنا وأكون بهذا قد وزنت المعادلة وسأنتقل إلى الوضع الإلماجي وهي آخر تمنين من هذا الموضوع أثناء متابعتك للتلفاز لفت انتباهك مقال يتحدث عن اختناق شخص داخل المنزل حيث وبعد التحريات الحماية المدنية أكدت فيه أن السبب يعود إلى إنسداد في ثقوب المتأة إذن إنسداد في ثقوب المتأة كلمة مفتاحية علما أنها تشتغل بغاز الميثان كلمة مفتاحية الثانية وأن التهوية منعديمة الكلمة المفتاحية الثالثة واحد ألف ما نوع الكيميائي الذي أدى إلى اختناق الشخص النوع الكيميائي نحن نعلم أن الأنواع الكيميائية نعبر عنها بماذا؟ بالحروف أو الأسماء وتكون عينيا إذن ما هو النوع الكيميائي أو ما هي المادة التي أدت إلى اختناق هؤلاء الأشخاص مباشرة بما أن هنا لدينا احتراق فحمنا الفحم الهيدروجينية وهو غاز الميثان والتهوية منعديمة إذن احتراق غير تام ينتج عنه غاز ماذا؟ أحادي أكسيد الكربون إذن نوع الكيميائي هو غاز أحادي وهو الغاز الخطير أكسيد الكربون سيغاته سيء كيميائية سيء أكتب سيغاته الكيميائي إذن قمت بكتابتها سيء ما نوع الاحتراق الحادي تعلل إذن احتراق كيف هو هنا؟ احتراق غير تام إذن كيف نعلل؟ كيف نعلل هنا؟ إذن مباشرة نقول له بأن نتج عنه الغاز الخطير غاز أحادي أكسيد الكربون إذن نوع الاحتراق غير تعم لأنه من نواتيجه غاز وحادي أكسيد الكربون وأيضا كيف يمكننا أن نعلل والتهوية كانت منعذمة في المنزل كانت التهوية منعذمة معناها احتراق غير تعم مباشرة كيف نكشف عن نواتيجه إذن الكشف عن نواتيج الاحتراق الغير تعم نبدأ بأول ناتج إذن سأكتب هنا باء من الوضعية الإدماجية نبدأ بأول ناتج الناتج الأول هو الماء كيف نكشف عن الماء؟ الماء نكشف عنه بوضع مثلا بوضع كأس فوق النار فنلاحظ تشكل قطرات مائية إذن تشكل قطرات مائية أو سأضيف عند وضع كأس زجاجي فوق لاهب النار إذن هذا أول ناتج الماء ناتج الثاني غاز ثنائي أكسيد الكربون لو أضع في نفس الكأس الذي قمت بوضعه فوق لاهب النار كمية من رائق كيلس فأولاحظ تعكره إذن تعكر مباشرة رائق الكيلس إذن الكشف عن الناتج الثاني الناتج الثالث وهو الكربون أو ما يسمى بالفحم أو اليحموم إذن نضع صحن أبيض فوق لاهب النار فنلاحظ تشكل دقائق سوداء تتشكل لنا دقائق سوداء تدل على وجود الفحم الناتج الرابع وهو غاز وحادي أكسيد الكربون نكشف عنه بوضع كأس أيضا آخر فوق لاهب النار وأتركه مدة زمانية ثم أضيف إلى هذا الكأس كمية من نطارات الفضاء المادة من نطارات الفضاء فنلاحظ أن هذه نطارات الفضاء قد تسود ولهذا نقول مباشرة اسوداد نطارات الفضاء يتغير لونها نطارات الفضاء إلى اللون الأسود وهذا يدل على وجود غاز وحادي أكسيد الكربون جيد جيم ما العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي هنا إذن كما قلت لكم دائما في الاحتراق التام والغير التام العامل المؤثر هو عامل يسمى عامل تركيب المزيج الابتدائي وهو غاز ونيع أكسجين لأن غاز ونيع أكسجين يكون في المواد قبل التحول معناه في المتفاعلات في تركيب المزيج الابتدائي إذا زاد الأكسجين يكون احتراق تام وإذا أقل يكون احتراق غير تام إذن العامل المؤثر عامل تركيب المزيج الابتدائي جيد بين قوسين نكتب غاز الأكسجين أو غاز هنا الأكسجين ثالثا نمزج هذا التفاعل بالأنواع والأفراد الكيميائية إذن سنقوم بنمزج هذا التفاعل بالأفراد والأنواع الكيميائية معناها نقوم بوضع جذول مثل الجذول السابق ولكن هنا نركز جيدا أنه يتكلم عن الاحتراق الغير تام دائما لم ينتقل إلى الاحتراق التام إذن نقوم برسم جذول هكذا المتفاعلات النواتج إذن هنا نكتب عيانيا لأنه طالب مني ذكر بالأنواع والأفراد معناها الأنواع عينيا والأفراد مجهريا هي الحقيقة النمزجة تكون بمعادلة ولكن من هذا السؤال نفهم بأنه يريد الجذول إذا كان سؤال نمزج بمعادلة نقوم بوضع المعادلة لكن هنا قال أو قيل لنا بالأنواع والأفراد معناها عينيا بالأنواع الكيميائية مجهريا بالأفراد الكيميائية ثم ماذا كان لدينا كمتفاعلات كان لدينا غاز الميثان إذن كان لدينا غاز الميثان وغاز الميثان يحترق دائما مع ماذا؟ مع غاز ثناء الأكسجين النواتج الآن ينتج لنا أربع نواتج إذن سأعيد كتابة كل هذه النواتج إذن الماء زائد غاز ثناء أكسيد الكربون زائد الكربون زائد غاز أحادي أكسيد الكربون إذن غاز ثناء أكسيد كربون غاز أحادي أكسيد كربون الماء والكربون إذن الآن مجهريا غاز الميثان ما هي سيغته؟ سي آش أربعة مث معناه فيه ذرة واحدة من الكربون زائد غاسوني الأكسيجين O2 الماء H2O زائد غاسوني أكسيد الكربون CO2 زائد غاس أوحادي أكسيد الكربون CO زائد الكربون C وننتقل إلى آخر سؤال بماذا تنصح الأشخاص لتفادي مثل هذه الأخطار إذن هنا يطلب منك اقتراح حلول إذن أنصح الأشخاص لتفادي مثل هذه الأخطار بتهوية المنزل وذلك بفتح النوافذ مثلا وصيانة المدفأ كل بداية معناه نقوم بتنظيف الانسدادات الموجودة أو انسدادات الثقوب الموجودة في المدفأ وبهذا أكون قد أنهيت حل هذا الموضوع وأي سؤال أو استفسار أعزائي التلاميذ أترك تعليق سأجيب عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دوائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر